قرار مجلس الوزراء ذو الرقم 57 المتضمن نقل مقر شركة نفط الوسط من منطقة بوب الشام مدخل العاصمة بغداد إلى محافظة واسط جوبها برفض من منتسبي الشركة الذين خرجوا بتظاهرة مطالبين بإلغاء القرار كونه سيؤثر سلبا على الجهد الوطني للشركة إضافة إلى عدم إمكانية كوادرها من العمل مع الشركات النفطية الأجنبية العاملة في حقول محافظة واسط هنا شغلنا ينتاج 10 ألاف برميل بالجهد الوطني هناك جولات التراخص لا يستطيعون بحكم العقد المبرمى على الشركات الصينية والروسية فالكادر نقل من هذه المحافظة إلى محافظة واسط لا يقدم ولا يأخر بالموضوع صرفنا هنا بهاي شركتنا أكثر من 200 مليار خلال 6 سنين مشاهد سطحية سايد حفر عبار نفطية أضافة هنا أن أستاذنا العزيز جهد وطني بالأحدة جولات تراخص الجانب الصيني هو اللي يشتغل والجانب الروسي بدرة هو اللي يشتغل ويقدر عدد منتسب شركة نفط الوسط بأكثر من ألفين منتسب ووفقا للقرار عليهم الانتقال مع عوائلهم والبالغ عددهم أكثر من 6000 شخص إلى محافظة واسط ما سيشكل عبءا على المحافظة حسب قولهم هذا تشتيت للعوائل وتهجير قسري وحتى لو توفرت كل الإمكانيات وأتاح مجلس واسط كل السبل وكل التوفير للبنايات والأبنية والسكن إحنا ما نقدر نشتت عوائلنا مدارس وكليات وناس مرتبطة بعوائل وناس مرتبطة بمصالح اللي زوجتها مرتبطة ببناية بدوام غير دوام نقل مقر شركة نفط الوسط إلى محافظة واسط جاء بعد اكتشاف نشاط نفطي واسع في المحافظة وظهور حقول نفطية واعدة بحسب المتحدث الإعلامي لوزارة النفط وجود نشاط نفطي مكثف في محافظة واسط لوجود حقلي تعد من أكبر الحقول النفطية وهي حقلي الأحذب وبدرة واللي يزيد إنتاجه حاليا عن 230 ألف برميل باليوم وبالتالي يتطلب من شركة نفط الوسط أن تكون قريبة من هذا النشاط النفطي خصوصا مع وجود شركات عالمية بهذا الصدد كما ستتكفل وزارة النفط بإجراءات نقل منتسب شركة نفط الوسط إلى محافظة واسط وتأمين السكن لعوائلهم وتوفير بقية متطلباتهم بحسب الوزارة محمود فؤاد الحرة بغداد